الدوتيرون إذن هو نواة الهيدرون الثنين إذن هو مشكل من نوترون وبروتون وعندما نتكلم عن الظرة أو المادة نقول دوتيريون أيضا فيما يخص المصطلحات الهيدروجين الثلاثة وهو الترايتون وتريسيوم عندما نتكلم عن الظرة أو المادة نذكر أنه هنا بطبعنا في الأبنديكس C في الطبيعة الهيدروجين واحد موجود بهذا النسبة هذه الهيدروجين الثنين الدوتيرون موجود إذن هو موجود في الطبيعة ولكن فقط كميته ضعيفة جدا وهنا الترايتون ليس موجود في الطبيعة لأنه غير مستقر وطريقة الدكاي هي بيتا مينس دكاي وهنا عدنا معلومة عن السبين باريتي واللي سوف نتكلم عنه مثلا بالنسبة لدوتيرون سبين باريتي هو وان بلاس هذه نعود نرجع لها فيما بعد إذن كل مرة ننصح الطالب أنه عندما يلتقي بنواة يروح إلى هذا اللوحة هذه أو يروح على الإنترنت ويبحث عن الخصائص الحديثة إذن بما أنه موضوع دراستنا هو القوة التي تربط النوكليونات هنا إذن سوف نهتم بقوة تربط نوكليونز نوترون وبروتون ننطلق من النظام المربوط من السيستم المربوط التي شكلته وصنعته الطبيعة دوتيرون وسوف ندرس خصائصه وكيفية تفكيكه مثلا وفي الفقرات القادمة سوف نعالج المسألة المعاكسة والمسألة المعاكسة هي أنه ننطلق من تو فري نوكليونز ونحاول إذن القيام بعملية تصادم ما بين الاثنين وندرس الانتشار أو سكترين ما بين هذا التو نوكليونز إذن هذه هي الفكرة أنه سوف ندرس المسألة من منظارين المنظار الأول ناخذ تو نوكليونز مربوطين ونشوف الخصائص التاحهم وكيفية فصلهم عن طريق مثلا دراسة البايندين انرجي وفي الطريقة الثانية إذن ننطلق من تو نوكليونز غير مربوطين ونشوف كيفية ربطهم أو كيفية التأثر ما بين الاثنين دوتيرون بالنسبة للفيزياء النووية هو يلعب نفس الدور لكلكم درستوا ذرة الهايدروجين في الفيزياء الذرية وذرة الهايدروجين ويشية هي بروتون زائد إلكترون والقوة الرابطة هي القوة الكهرومالاتيسية وحليت معادلة شرودينجر إلى آخر إذن عندكم the basic atomic system وهو الهايدروجين آتم وحنا بالنسبة لنا the basic nuclear system هو الدوتيرون ومن بين الأشياء التي درستوها مثلا في ذرة الهايدروجين هي transitions أو transition lines مثلا ما نسميه مثلا بالbalmer series وهي إذن الفوتونات التي تنبتق من الذرة عندما الإلكترونات مثلا تنزل عندما يكون مثلا emission spectrum يتكون the excitation إذن الإلكترون ينزل من طبقة أعلى إلى طبقة أسفل والفرق في الطاقة يخرج على شكل فوتون ويقاس هذا الفوتون طاقته تقاس delta E وتقاس إذن اللمدة المرافقة له وهذه إذن تعطينا معلومة عن البنية البنية إذن the excited state الموجودة داخل الذرة وبالتالي تعطينا فكرة عن البنية أو تركيبة لهذا الذرة هذه المشكل في الدوترون هي أن الدوترون لا يشكل excited states يشكل فقط one state and only state لهو ground state إذن the deuterine has no excited states it is a weakly bound system وسوف نتكلم الآن عن binding energy that the only excited states are unbound systems consisting of free proton and neutron ما نتكلمش عن الـ unbound system واللي هي الـ resonances هي حالات وين الجسيمات تلتقي مثلا الـ proton والـ neutron تلتقي ولكن في فترة قصيرة جدا لا تكفي لتشكيل نظام جديد وبالتالي في الفيزياء النووية أو الذرية أو الجسيمات تسمى بـ resonance states أو resonances إذن ما ندخلش في تفاصيلها الخلاصة هي أن الدوترون له حالة واحدة وهي ground state فقط إذن ما هي قيمة البايندين انرجي تجريبيا هناك عدة طرق لقياس هذا المقدار هذا مثلا نشوف مع بعض سريعا ثلاث طرق مختلفة أولا بايا سبيكتروسكوبي ويكان ديتامين ماس سبيكتروسكوبي رجعناها في الشابت الثلاثة ومن قياس الكتلة الكتلة الذرية ممكن نوصل إلى البايندين انرجي معادلة 3.25 أمامكم إذن الكتلة الذرية وهذه بالطبع كتلة النوترون وهذه كتلة الهدروجين 1 ونستخرج إذن البايندين انرجي للنواة ولقياس الكتلة للدوترون إذن نستعمل رمز D عوض ما نستعمل H2 نستعمل مثلا المصدى بالتميثول اللي شفناها في الشابت الثلاثة تحديدا سكشن ثلاثة ثلاثة ومثلا إذن عدلنا الماس سبيكترومتر على الكتلتين الحبتين التو موليكوس اللي هما C6H12 وC6D6 إذن نذكر C6 إذن كتلة الحبة هذه التقريبية بالوحدة الكتلة الذرية إذن 6 مضروب 12 72 زائد 12 تعطيني 84 84 وحدة ذرية لهذه الحبيبة وهنا أيضا عندنا 84 نتأكد مع بعض 6 في 12 يعطيني 72 و6 في 2 لأنه دوترون يحتوي على 2 نوكليون إذن mass atomic سوف تكون 2 إذن 6 في 2 يعطيني 12 زائد 72 يعطيني 84 إذن هذا الحبتين بكتلتين متقاربتين إذن ممكن نستعمل mass doublet method أوكي والفرق هذا الفرق في الكتل يقاس باستعمال mass spectrometer وهناك دقة على العدد أوكي وبالوحدة وحدة الكتلة الذرية إذن قيمته هي هذه أوكي ونعمل قياس آخر أوكي إذن الزوجين أو زوج آخر اللي هنا C5 D12 أوكي وC6 D6 إذن دائما 5 في 12 60 زائد 12 و12 مضروب ب2 24 24 و60 يعطيني 84 من هنا نفس الشيء 84 والفرق ما بين الاثنين قيسة هنا وتحصلنا على هذه القيمة هذه باستعمال المعادلة الأولى نتحصل على الكتلة الذرية للديوترون هذه أو في باستعمال المعادلة الثانية نستعمل نتحصل أيضا على قيمة مقاربة أوكي شايفين الفرق يعود إلى هذا الرطبة هذه وبالتحديد شايفين الرطبتين الآخرتين فيهم ارتياب لأننا عدنا 21 و15 ارتياب على هذا الاثنين وعلى هذا الاثنين أوكي أما كل الأرقام الأخرى فهي مؤكدة أوكي كل الأرقام من 7 1 0 إلى آخرين كلها مؤكدة وإذن إذا استعملنا المعادلة 3 25 البايندين انرجي لدوترون باستعمال الكتلة الذرية التي تحصلنا عليها الآن ممكن تستعملوا هذه أو هذه دقة كبيرة جدا إذن الفرق لن يكون كبير جدا وكتلة الهيدروجين 1 من الأبانديكس C وكتلة النوترون أيضا من الأبانديكس C تحصل على هذا القيمة أوكي 2.22 4.263 plus minus 0.4 أصفار وأربعة أميلي ممكن أيضا هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية هي باستعمال الربطة أو عملية الكوليجن أو التصادم وهي عبارة عن نوكليار رياكشن في هذا النوكليار رياكشن إذن ناخد بروتون وناخد نوترون ونقربهم مع بعضهم البعض إذن نعمل عملية تصادم أو كوليجن ما بين الاثنين وهناك احتمال أنه يكون هناك التساق وعندما يلتسقوا الاثنين يعطونا إذن دوتيرون ويعطونا إذن الإكسس من الطاقة إذن يخرج على شكل غاما فوتون هذا غاما فوتون ومن حساب الكو الكو فاليو لهذا الرياكشن هذا إذن الكو فاليو هو إجمال الطاقات في البداية ناقص إجمال الطاقات في النهاية إذن نكتب الكونسرفاشن أوف انرجي إلى آخره نتحصل على وقياس طاقة الفوتون نتحصل على إذن الاستيميشن للبايندين انرجي وهذا القيمة هذه أمامكم لا تختلف كثيرا من هذا القيمة شوفوا مثلا إذا شفنا الأربع أرقام بعد الفاصلة 2, 2, 4, 6 وهنا 2, 2, 4, 5, 8 8 عندما نعمل الراوندين أبلي 5 يعطيني 6 إذن هذا الرقمين متقاربين فقط هذا الرقم هذا عنده دقة أعلى من هذا هذه فقط مناحظة تجربية فقط إذن هذه من وهذه من النوكليا وهناك أيضا طريقة ثالثة وهي عبارة أيضا عن وهي المعاكسة لهذه يعني الآن نأخذ دوتيرون ونعطيه كمية من الطاقة تحت تأثير الفوتون هذا يعني نعمل بين قوسين تصادم ما بين الدوتيرون وهذا الفوتون هذا وإذن الدوتيرون عندما يطلق كمية من الطاقة المناسبة سوف ينقسم ويعطينا نوترون وهيدرجن إذن هذه الرياكشن أمامكم وهنا أيضا نقيس الطاقات لكل المشاركين هذا والإكسس ينرجي يعطينا البايندين وفي الأخير نتحصل على هذه القيمة ديقة أقل ولكن 2-2-4 2-2-4 و 2-2-4 كل هذه القيم متناسبة والآن هذه القيمة إذن البايندين انرجي للدوتيرون 2-2-2 إذا أخذنا الآن ال-B-over-A هو ليعقيني المتانة هل الربطة للدوتيرون متينة أم لا إذن إذا أخذنا B-over-A 2-2-2-2 تقسيم نوكليون إذن الخلاصة أنه دوتيرون هو جدًا جدًا باين تقسيم مع نوكليون نوكليون